السلام عليكم واش خباركم نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن احوالي يا ربي مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للمواضع المختلفة القضية ما بين سعيدة شعراف وميميت تقطق ودكشي غادي وكاتشباك وكاتعقاد وكاتحماد فاش غادي نقول لكم كل واحد رأي دياله وكل واحد بتفكيره راكم عارفين وسائل تواصل اجتماعي بالنسبة لمايات دبايج احتى هي ضغلات على خط هاد القضية راكم عارفين وسبق لي حطيت لكم فيديو على هاد الموضوع بان ميمي جمعات سعيدة شعراف ومايا في فيديو واحد وعطاتهم العاصير في كاز كبير فاش غادي نقول لكم راكم عارفين القضية اللي بيناتهم ديجا مايا هادرات وقد لما تقشت صوري الوليدات راكم كتديروه كتفعلوه كتتركوه والهادرة كاملة راها في راسكم منشرات مايا دبايج عبر خاصية ستوري انستغرام الفيديو ديال سعيدة شعراف ومكتب تحتو بالدموع تعلن ورسميا تقديم شكاية بميمي وكتبات حتى هي حتى انا غنزيد شكاية ديالي دابا كنت بقيت نتسنى حتى الدخول المغرب كندرتها العام اللي فات كنت ربات وولا تتعرف اش كتخرج من فمها اللي عنده النمرة ديال سعيدة شعراف يصيفتها لي وشكرا وبزيف ديالناس اللي كاتبين تعاليق ديالهم هادي هي نتيجة سخونة الرأس وصلاتة اللسان ميمي التقطق جابتها في راسها وفقدات حب معظم المغاربة تعليق اخر كيقول والله العادي من المغاربة كيكبرو الشالبو جعران تعليق اخر مطلوب من سعيدة شعراف تسمح ليها ان الله غفور الرحيم نعم لا للسب لا للشتم نتمنح تنتو ما بدوركم كمتابعين القناة كريمة كاتيا للمواضع المختلفة تخليوا لي تعالقكم بسلام عليكم وتهلوا لي فريوسكم